ازايكم عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير النهاردة جبالكم موصفة من ايام الزمن الجميل ايام اجدادنا كده كان البليلة دي كده ليها زهوة وليها يعني حب يعني ما توصفش كنا بتحب نعملها اساسياتها البليلة ديت او الامح المقشور والحليب فقط لغير فيه اضافات لي من دول بيعملوها بس هي دي الطريقة بتاعة الزمين اللي كنت نعملها أسألتهم كويس جدا عبارة عن نص كيلو من الامح المقشور او البليلة أسألتهم كويس رفعتهم على النار وغلوة اتنين كده على النار عالية وبعدين بهدي زي الشمعة بالزبط لغاية انت استوي وتبقى متماسكة زي ما هي كده بس تيجي تمسكي الحبية تلاقيها متماسكة بس تفعصيها تلاقيها دايبة هو ده اللي انا عايزها بالزبط من البليلة وخلص كده استوت وتفتع لها النار وبقت جاهزة للاستخدامها هجهز بقى الحليب بتاعي معي اللتر وزي ما انا عايز برضه ده اللتر من الحليب هحط عليه السكر بتاعنا وانتو بقى والتحليل بتاعتكو زي ما تحبوا تحلوها انا باخد للمجل واحد تلات معالق صغيرين فانتو بقى ايه تحليل دي بترجعلكم انتو وزار في من الفانيليا هي دي الاساسيات بتاعت البليلة يا جماعة مش اكتر من كده فيه ناس بتحب تحط بقى مكسرات ودي حطوا بقى جز هند وزبيب وحوارات بصراحة انا ما بحباش لفطريقة دي فانتو بقى دي كنتوا تزيين ده يرجعلكم انتو خلص بقى بحط البليلة بتكمل انا حبيها وعلى فكرة انا اكلت منها الواحدة كده من غير حليب كان طعمها جميل جدا حلوة قوي حطت الحليب زي ما انا عايزة كده بقى شكلها زي الامر مش محتاجة اي تزيين تاني ولا اي حركات بس زي ما تحبوا حطوا ادافاتكو زي ما بتحبوا دي الطريقة بتاعت الزمان بليلة وحليب حليب سخن بالفانيليا طعم وريحة كانت قلب البيت طعم وحلو قوي يارب يكون الفيديو عجبكم وكان خفيفة على قلوبكم وان شاء الله يارب وصفات كثيرة ان شاء الله اتمنى تعملوا اللايك واشتراك في القناة وكنت معكم على توهيمي